وعموماً لمحبي اللغة وعشاء الأجواء الجدلية أو اللغة حصل مبارح بالمناسبة بس في وقع مختلفة شوية هنتكلم معكم بقى عن قرعة دور 16 لبطولة كاس مصر اللي أجريت بالأمس في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم واللي أصفرت عن مواجهة الأهلي ومصر المقصة في هذا الدور وطبعاً النادي الأهلي كان تأهل لدور 16 بعد ما فاز على فريق المصري بالسلوم بهدف نظيف طبعاً فيما تأهل المقصة بالفوز على بني عبيد بثنائية نظيفة في دور الـ 32 وبرضو كالعادة الأمر ممرش مرور الكرام وشفنا لغة كبير وشفنا جدل كبير واسمعنا عن أن النادي الإسماعيلي مش بس بيهدد هو صرح بالانسحاب من هذه البطولة واسمعنا كلام ماشي في سكة أن القرعة دي كانت موجهة وبتخدم على قطبي كرة القدم المصرية فقط لغير دون الأخذ في الاعتبار بقيت الفرق فبرضو يعني لسه بقول لكم إنه ما فيش حاجة بتحصل غير لما غالباً بيصاحبها جدل ولغة كبير جداً فده لسه مش من بعيد ده لسه بارح بارح باردو كريم بعد القرعة يعني أعلن النادي الإسماعيلي انتحابه زي ما حضراتكم أكيد تابعته لأن كان قبر متداول بشكل كبير جداً يعني في وسائل الإعلام المختلفة في السوشيال ميديا من بطولة كاس مصر للموسم تكلم الحالي بعد إعلان اتحاد الكرة عن قرعة الدور الـ 16 للمسابقة طيب مين اللي أصدر البيان نادي نفسه أصدر بيان رسمي كده وأكيد حنشوف إيه اللي حيتم بقى مع بيان زي ده برضو غريب بس حنشوف إيه اللي حيتم تبقى هنا بنتكلم لقانون وإيه اللوايح والرد الرسمي لاتحاد كمان الكرة يعني فأنا ده رضي بصراحة ما عنديش تعليق تاني على قرار الإسماعيلي هم طبعاً أحرار في الأول في الآخر لكن فيما يتعلق يعني بفكرتنا برضو دي بطولة وبتكلم كاس مصر وغير ويعني مفروض يكون فيه برضو منطقية في نار ده المنطق بيلعب دور كبير معايا بيبقى خايف في بعض الأمور أو معظم الأمور يعني لأ يعني حاجة كانت غريبة شوية إيه السبب طب ليه طب هو لدي صح هو عادي أي حد كده يعمل يعني حيبان حيبان كل حاجة حدبان مش حافظة يواخد بالك ولا لا أنا وإذا حدنا بقى لفترة في حاجة مش مزبوطة بقى لفترة بريطل على اندهش بس بريطل على اندهش بس نبدي اندهش نفاق التغير وفي بعض الأحيان بنبدي الاستياء لكن مفيش حاجة ماشية بشكل زاوي ليه إحنا مش فهبين الحقيقة على كل الأحوال تعالوا